شكراً سيدة الرئيسة شكراً للسيدين النائبين المحترمين أود أن أؤكد لكم أن وضعية عمال وعاملات سيكوميك قد حضية وما زال يحظى بعناية ومتابعة من قبل الحكومة أقول الحكومة وليس فقط من قبل الوزارة ومن قبل رئيس الحكومة شخصياً ومن وزارتي الشغل الداخلية يعود أصل هذا المشكل إلى تغيير الوضعية القانونية للشركة وتوقفها عن عمل وعدم تمكين الأجراء من أجور المستحقة قامت المصالح الإقليمية والمركزية كما أشرتهم بمواكبة هذا النزاع حيث تم عقد عدة اجتماعات بمقر عمالة مكناس عبر فيها المدير العام للشركة عن استعداده لتوقيع المقتضيات القانونية المتضمنة أو لإستبيق المقتضيات القانونية المتضمنة في المدة 19 من مدون الشغل بعد ما تم تمكين طرفي النزاع من كل التوضيحات القانونية من قبل مصالحنا والتي تتضمن حقوق الأجراء ومكتسباتهم والاستنظام العامي بشكل عادي مع السعي للتقليص من مدة التوقفات وعلى الرغم من كل جهود مذكورة أوقفت شركة نشاطها بشكل نهائي بتاريخ 1 نومبر 2017 دون سمكين الأجراء من أجورهم مستحقة مما حدى بالمصالح الإقليمية للوزارة بتذكيرها بتذكير إدارة الشركة ثم عددينك بتاريخ 27 نومبر 2017 حررت مصالح الوزارة محضر مخالفة حالة على القضاء بتاريخ 5 جنبير 2017 نعقدت كذلك سيد الولي الإقليم طلب الإعقاد للجناء الإقليمية نعقدت اللجنة الوطنية نعقدت هذه اللجنة وعبرت الشركة عن استعداد هذه استئناف النشاط شرط الحصول على الضمانات نبهت مصالحنا أن الالتزامات في محضر الاجتماعات للجنة أن الالتزامات واجبت طرفين تعد من النظام العام ولا يتحجوا إلى شكرا سيد الوزير شكرا لكم انتهى الوقت تفضل نعقد مؤخرا بوزارة الداخلية يعني اسميته اجتماع مع المصالح دي الوزارة الداخلية مع المعنى بالأمر الذي استدعية وعبر عن استعداده لتقديم شكرا سيد الوزير شكرا سيناف الشركة لنشاطيها شكرا للمشاهدة